موسيقى مساء الخير وآلا بيكو حلقة جديدة وكلمة أخيرة موجة الحر التي نشهدها هذه الأيام في مصر والمتوقع أن ترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة هي أيضا موجة حر عالمية حيث أن هذا الأسبوع يعد الأكثر سخونة في ارتفاعات درجات الحرارة خلال 100 ألف سنة على الأقل الأكثر سخونة على كوكب الأرض الكوكب الأرض حر كوكب الأرض درجة حرارته عالية جدا التغيرات المناخية واقع نشهده ولا يتحرك العالم لمواجهته إلا في المؤتمرات زي الكوب وغيرها في ناس ماتت في الوقت المتحدة في ضحايا كثر الوضع في الهنج سيء جدا الصين متوقعة أنها تشهد موجة حر عالية خلال الأيام المقبلة وإحنا في مصر طبعا الدنيا حر جدا والأمواد كمان عالية من ارتفاع درجات الحرارة يعني في موجة من التغيرات المناخية صعبة فبنقول للناس تخلي بالها ونشوف إيه بقى وضع كوكب الأرض اللي بيغلي من الحرارة حنشوف ماذا ننتظر في مصر والعالم عندنا أخبار أخرى كثيرة لكن النهاردة عندنا فقرتين الفقرة الأولى طبية مع الأستاذ الدكتور حسام وافي أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني واللي هنتكلم فيها عن أمراض الحر إحنا في الحر أمراض الحر الصيف خاصة الناس اللي راجع من الحج بتبقى كتير يعني بسبب التزاحم بتصاب بفيروسات لكن أيضا الحرارة والحر اللي احنا عايشين فيها دي بترفع بتزود كثير من الأمراض هنتكلم أيضا عن قولون المرض المزمن اللي بيعاني منه المصريين هل بيزداد مع الحرارة الأطعمة اللي يجب أن نبتعد عنها وإيه اللي ناكله في أوقات الالتهابات لأنه وقت القولون ده منلاقيش حاجة ناكلها الحقيقة فقرتنا الرياضية الفقرة التانية هتكون مع الأساذة حسن المستكاوي وفتحي سند وحنناقش معاهم نظرية الانتماء الكروي هل في زمن الاحتراف ما زال هناك ما يسمى بالانتماء للنادي ليه الجماهير بتزعل لما لعيب ينتقل من نادي لنادي آخر خاصة لو كان من نوادي المنافسة وطبعا إحنا نتذكر سواء أو نذكر أن مباراة القمة بالأهل والزمالك يوم الخميس المقبل يلا نبتدي الحال اشتركوا في القناة